في غضون ذلك هاجم اتلاف دولة القانون الاعتصام المزمع اقامته قبلة المنطقة الخضراء عدا اياه تحدي صارخا يضرب اسس الامن الوطني واسس العملية السياسية وطلب الاتلاف في بيان عقب اجتماع له برئاسة المالك وحضور العباد الحكومة والاجهزة الامنية بضرورة مواجهة الاعتصام الذي عده خرقا امنيا مخالفا للقانون وكذا ان الاعتصامات ونشر الصلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارجا عن القانون وهو بوابة لمزيد من الاجتباك في الجبهة الداخلية بحسب البيان